إذن المجتمع الدولي ومعسكرات الحوثي الصيفية وتجنيد أطفال اليمن بالفكر الإرهابي هي زوايا لحديث جديد للحكومة اليمنية موجهة للمجتمع الدولي مؤخرا طالب رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليم المجتمع الدولي طالبه بالانتقال من مرحلة الأقوال إلى مرحلة الأفعال والتصدي لميليشيات الحوثي في تجنيد الأطفال واليوم استهجان حكومي رسمي جاء على خلفية تداول الإعلام الحوثي وتباهيه بكيفية تجنيد الأطفال عبر المراكز الصيفية وتسويقهم كوقود لمعاركه العبثية الحكومة استغربت مجددا صمت المجتمع الدولي عن تجنيد الأطفال مشيرة إلى أنه يتغاضى عن مسؤولياته القانونية والإنسانية والأخلاقية في التصدي لجرائم الحوثي ضد أطفال اليمن وتحدثت أيضا عن تفخيخ جيل يمني كاملا بأفكار الإرهاب والتطرف وأن الحوثي يتعامل معهم كمخزون بشري متطرف استهجان حكومي جديد لصمت المجتمع الدولي تجاه جرائم الحوثي لأجيال اليمن وتقارير لنحو ست سنوات من لجنة العقوبات بمجلس الأم تؤكد ما طرحته تقارير لمنظمات حقوقية عن تجنيد الحوثي للأطفال الذين بلغ عددهم نحو 30 ألف طفل بحسب المنظمات الحقوقية لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير لا تنسوا الاشتراك بقناتنا على يوتيوب الضغط على سر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات اشتركوا في القناة